يجب أن يكون همك الفهم وأنك تريد أن تحفظ كلام الله تضعه في صدرك لأن الله يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اليوم أيها الأحبة أحببت أن أسرد لكم قصتي مع حفظ القرآن الكريم وذلك قبل سنوات طويلة الحقيقة كان هناك آية تسحرني فأقف أمامها خاشعا متأملا متدبرا أحتار في معانيها الله تعالى يقول ويكرر هذه الآية مرات عديدة في سورة القمر وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكْرِ يعني هَلْ مِنْ مُتَذَكْرِ طيب ما معنى ولقد يسرنا القرآن للذكر يعني كل من أراد أن يحفظ القرآن سيجد القرآن سهلا جدا هذا رقم واحد رقم اثنين سييسر الله له أسباب الحفظ والتدبر طيب كيف ييسر الله لي أسباب التدبر من دون معلم من دون شيخ من دون مقرئ من دون وسائل تقليدية كما تعلمون لجأت وقتها إلى أن أستمع للقرآن الكريم السؤال الذي طرحته أيها الأحبة كيف حفظ نبينا القرآن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ القرآن مكتوبا ولم يحفظه متسلسلا يعني البقر آل عمران إلى آخره لا بل حفظه سماعا من سيدنا جبريل عليه السلام ونزل عليه مفرقا أي نزلت كل مجموعة آيات وأحيانا كانت تنزل آية واحدة كما في آخر آية نزلت من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وأمر النبي أن يضعها في سورة البقرة مثلا على طريق الهجرة نزلت آية واحدة عليه قبل أن تنزل سورة محمد سورة محمد سورة مدنية نزلت في المدينة بعد سنوات من هجرته عليه الصلاة والسلام نزلت منها آية وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم نزلت لتؤكد لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن فكثير من القرى أشد من أهل مكة وأكثر قوة من قريش أهلكهم الله فلا تحزن ثم وضعت هذه الآية في سورة محمد بعد عدة سنوات بهذه الطريقة حفظ نبينا القرآن طيب لماذا لا نتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فبدأت كخطوة أولى أضع مثلا سورة أحبها في ذلك الوقت على ما أتذكر كنت أحب سورة مريم أتأثر بها كثيرا لما فيها من عبر وأحكام ومواقف عظيمة ومرور على الصراط يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وردا دليل على العطش دليل على الذل يساقون كما تساق البهائم أو أقل يقذفون في جهنم وفيها مواقف فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عد هذه آية تريح النفس تريح كل مظلوم كل من ضاق صدره يرتاح بهذه الآية وما كان ربك نسية هذه آية مريحة جدا فهذه السورة أنا قمت بتسجيلها على شريط طبعا قبل وجود اليوم أيسر بكثير يعني اليوم أنت على الموبايل تستطيع أن تحمل صورة معينة تضعها للموبايل وتشغل هذه الصورة باستمرار فكنت أكرر الاستماع للصورة ليس عشرات المرات مئات المرات في الليل والنهر لأن همي لم يكن الحفظ ولم يكن همي أن يقال أنني أحفظ أو حافظ أو حفظ كذا أو ختمت القرآن لا لا كان همي أن أفهم القرآن ولكن عملية الفهم أخي الحبيب تحتاج إلى حفظ أولا يعني أنا أريد أن أتدبر آية معينة من هذه السورة مثلا أن أعيش هذه الآية في حياتي الشخصية يعني مثلا خذ هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول ذكر رحمة ربك عبده زكريا طبعا سورة مريم بدأت بالحروف المقطعة كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية أنا هذا الموقف بالنسبة لي غريب ما معنى نداء خفية هل هناك دعاء يتم بالخفاء بعيدا عن أعين الناس كأنك تناجي الله بينك وبينه خفية لا يراك أحد لا يسمعك أحد لا ترأي أحدا لا تنافق لأحد بينك وبين الله تدعوه دعاء خفيا أنا كنت بحاجة أن أحفظ الآيات لأتمكن من فهمها فيما بعد فإذن الحفظ هو أقل مرتبة من مراتب الفهم وأعلى مرتبة هو التدبر فحتى تتمكن من تدبر القرآن يجب أن تحفظ أولا لذلك نجد الطفل يحفظ الذي لا يعرف اللغة العربية يحفظ القرآن الكبير والصغير يحفظ والأمي يحفظ ولكن كم واحد يتدبر ويفهم معاني القرآن ويعقل ويطبق طبعا لا شك قليل جدا لماذا لأن الفهم عملية تتطلب جهد كبير يعني مثلا أنا قرأت آية من القرآن الكريم الله تعالى يقول لي وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم طيب أنا أمام آية أنا لا أطبقها لأنني في ذلك الوقت إذا مسني ضر كنت أحمل هم ألجأ إلى فلان ليحل مشكلتي طيب أنا الآن أريد أن أغير اعتقادي تغييرا جذريا أن أبدل هذه العقيدة التي عندي بعقيدة أخرى تقول أن هذا الضر لا يكشفه إلا الله وأن هؤلاء الناس أدوات طيب كيف سأغير هذا الاعتقاد هذه عملية صعبة وتأخذ وقتا كبيرا طيب هناك خير أنا أنتظر أن يصيبني ولكنني قلق بشأني قد لا يصيبني قد يأخذه فلان قد أتأخر عنه قد تعرفون لو تفتح عمل الشيطان طيب عندما سمعت هذه الآية وإن يردك بخير فلا رد لفضلي طيب كيف أقنع نفسي وأطبق هذا عمليا أن هذا الرزق محجوز باسمي ولن يرده أحد فأرتاح نفسيا هذه عملية صعبة تحتاج إلى أن تدرب نفسك وتمر بمراحل طويلة جدا لتقتنع بهذا الكلام هذا هو التدبر ما هو التدبر أن تفهم وتطبق وتعيش الآية يعني مثلا سيدنا إبراهيم كان يقول وإذا مرضت فهو يشفين طيب أنا اليوم أخاف من المرض وإذا مرضت مثلا في ذلك الوقت ألجأ إلى فلان وفلان وفلان وأنسى الله عز وجل طيب كيف أطبق هذه القاعدة في حياتي هذه الآية أنني ألجأ إلى الله أولا أعتقد أن الله هو الذي يشفي وأن الله هو الذي يسخر الأسباب وأن البشر والأدوية كلهم مخلوقات لله عز وجل وأنه هو الطبيب وهؤلاء أدوات طيب كيف أغير عقليتي إذا لابد من الحفظ فإذا نعود لسورة مريم فكنت أستمع إليها من دون أن أفهم كل شيء لماذا؟ لأن فهم القرآن يتطلب منك فهم اللغة العربية وبما أن اختصاصي ليس هو اللغة العربية فإذا أنا يجب أن أستمع كثيرا للقرآن حتى يصبح تحديدا سورة مريم حتى تصبح جزءا مني أراها في منامي في طعامي في شرابي في دراستي يعني دائما أستمع إليها بعد أن استمعت إليها مئات المرات على مدى أيام عديدة طبعا فتحت القرآن وحاولت أن أقرأ ولابد من الخطأ لابد من الصعوبات لابد أن تشعر نفسك في ضيق شديد يعني لا تفهم شيئا أحيانا بعض الآيات يعني كيف يكون في موضوع ينتقل لموضوع آخر ثم إلى موضوع الثالث ثم يعود الموضوع الأول القرآن له أسلوب فريد ورائع ولا يمكن أن تفهمه إلا إذا يعني بعد عدة أشهر يجب أن تمضي معه أشهر عديدة وأنت تتعمق تتدبر لوحدك على فكرة أنا كنت لوحدي يعني ولكن أختار من المقرئين من لديه صوت حسن صوت جميل يطرب الإنسان له وأحاول أن أفهم كل كلمة وأحيانا بعض الآيات كنت أعيدها ما معنى هذه الآية أحيانا أضطر لمعنى كلمة أذهب إلى مثلا معجم اللغة أو إلى تفسير معين فأرى ما معنى هذه الكلمة وأرى مثلا باختصار يعني طيب حاولت أن أحفظ سورة مريم ولكن كانت صعبة جدا لماذا تبين لي بعد ذلك المشكلة ليست في الحفظ وليست في الكلمات وليست في صعوبة كلمات كلمات القرآن سهلة جدا ولكن المشكلة أن تركيب الدماغ لدي واللغة التي ألفتها اللغة العامية الركيكة التي نتحدث بها كل بلد يتحدث بلغة ركيكة جدا هي اللغة العامية بعيدة عن لغة القرآن فأنت تحتاج لعدة أشهر من التدريب والاستماع المتكرر حتى تتأقلم وتتناغم وتنسجم مع لغة القرآن هنا عندما بدأت أنسجم مع لغة القرآن يعني مثلا سورة مريم يمكن أن أقول لك جلست ثلاثة أو أربعة أشهر أو خمسة أشهر حتى تمكنت من حفظها وطبعا ربما تقول مدة طاولة لأنه ليس هم الحفظ أخي الحبيب أنا همي أن أفهم وأنت كذلك يجب أن تكون هكذا يجب أن يكون همك الفهم وأنك تريد أن تحفظ كلام الله تضعه في صدرك لأن الله يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فقل يا رب أنا أريد أن أضع هذا القرآن في صدري لأقابلك به يوم القيامة ليكون نورا لي في قبري ليكون حجة لي يوم لقائك وهكذا يعني هذه النية يجب أن تكون وليس والله أنا أريد أن أحفظ لأدخل مسابقة أو أريد أن أحفظ وأجلس بين الناس وأقول أنا حفظت عشرين ولا ثلاثين جزء ولا عشر أجزاء ولا كذا هذا الكلام حقيقة تخسر الكثير لأن متعة القرآن في تدبره أن تفهم هذه تعيش مع الله عز وجل هو كلام الله طيب عندما حفظت هذه السورة وكما قلت لكم كثرة الاستماع تجعلك تشعر أن هذه السورة أصبحت جزءا منك يعني أنت لا تحتاج لا إلى مدرب ولا معلم طبعا معلم جيد يوفر عليك الكثير من الوقت قارئ القرآن المحفظ المدرب تستفيد منه كثير ولكن أنا أقول لك ما حدث معي يعني فبدأت بعدها بسورة يوسف عليه السلام طبعا هذه السور سهلة خفيفة فيها أحداث كثيرة سورة يوسف من السور المحببة إلى قلبي منذ بدايات حفظ القرآن فكنت أقف وأتعجب من قوة الصبر لدى سيدنا يعقوب إنسان يفقد ابنه أعز ما لديه بكل بساطة بكل بساطة يقول لهم فصبر جميل ألا يذهب ليبحث عنه ألا يقول لهم أين هذا الذئب أين أين سأفعل كذا ألم يشتمهم ألم يقرعهم ألم ألم لم يفعل شيء يعني غريب فصبر جميل والله المستعان على ما تصف تعلمون لماذا قال ذلك لأن لأنه في الأخير قال لهم وأعلم من الله ما لا تعلمون هذا هو العلم عندما تحفظ القرآن لتفهمه تشعر أن علمك بالله زاد كثيرا حياتك تتغير تبدأ بالتغير تدريجيا لأن كل آية في القرآن هي قانون حياة كل آية هي قانون يعني مثلا في سورة يوسف عندما يأس الجميع ولكن يعقوب عليه السلام لم يأس على الرغم من مضي سنوات طويلة على غياب ابنه ثم فقد ابنه الثاني قال لهم قال لهم وَلَا تَيْيَأَسُوا مَنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُوا مَنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ سيدنا يوسف عندما يعني هذه المواقف التي كانت تترك أثرا في نفسه عندما كان على عرش الملك عزيز مصر وعرفه إخوته لأول مرة قالوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا أي فضَّلَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا ماذا قال لهم قال القضية ليست لأنني أكثر منكم حسنا وليس لأنني مدلل عند أبي والقضية ليست هكذا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إذن القضية قضية تقوى وصبر طيب كنت أتساءل أنا كلما استمعت إلى هذه الآية طيب إنه من يتقي ويصبر كيف أطبق هذه القاعدة الذهبية في حياتي كلما أردت أن أكذب مثلا في موقف ما أتذكر هذه الآية فأتراجع الكذب يدمر التقوى بل إن المؤمن لا يكذب كلما أردت أن أرتكب معصية أتراجع طيب إنه من يتقي ويصبر كلما أصابني شيء فيه يأس موقف محبط أتذكر هذه الآية إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فبدأت هذه الآية تحدث تغييرا في حياتي هذا التغيير أخذ سنوات على فكرة لا يمكن أن يحدث تغيير كهذا بين يوم وليلة فلذلك أخي الحبيب الطريقة التي حفظت بها القرآن كانت كما حفظه النبي عليه الصلاة والسلام النبي بدأ بخمس آيات فقط اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فقط هذه الآيات ثم نزلت المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخره ثم المزمل ثم الفاتحة ثم فإذا أنت أمام نبي عظيم مع أن لغته العربية قوية جدا هو أوتي جوامع الكلم ويعيش في بيئة عربية على رغم من ذلك لم ينزل عليه القرآن دفع واحدة ولم تنزل سورة البقرة دفع واحدة لذلك لا تحفظ القرآن بهذا الشكل الذي نراه لا خذ خمس آيات من هنا سورة قصيرة من هنا سورة أنت لأن القرآن كان ينزل حسب الموقف يعني السورة تنزل لتواسي الحبيب عليه الصلاة والسلام في دعوته وفي صبره عندما يؤذى كثيرا من هؤلاء كان الله ينزل عليه سورة ليواسيه بها يعني يعلمه الصبر فإذا أنت خذ من القرآن ما يناسب الموقف الذي تعيشه إذا كنت تعيش موقف حزن ويأس وإحباط خذ سورة يوسف وابدأ بها واحفظ خمس آيات عشر آيات وهكذا ثم تربط بين هذه الآيات طيب إذن هذا ما يتعلق بالاستماع الاستماع تسعين بالمئة من وقتي كان الاستماع وحتى الآن يعني معظم وقتي أنا أستمع وثواب الاستماع أخي الحبيب قد يكون أكبر من ثواب القراءة بشرط أن تتأثر وتفهم لأن الكثير ممن يقرؤون يقرأ القرآن ويقرأ مثلا ألا لعنة الله على الظالمين ثم يغلق القرآن فيظلم زوجته هو يلعن نفسه فيظلم جاره لاحظ يفتح القرآن يقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يغلق المصحف ثم يكذب على جيرانه في تجارته في معاملاته إذن أنت ماذا قرأت ماذا استفدت رب قارئا للقرآن والقرآن يلعنه بالفعل فإذن التطبيق هو الهدف التدبر هو الهدف فكان هذا الذي يجذبني للقرآن جمال القرآن فعندما كنت أفتح المصحف كنت أقرأ السورة كاملة مثلا سورة يوسف أقرأها ثم أعيد قراءتها ثلاث أربع مرات عشر مرات وهكذا عندما أريد أن أربط الآيات كنت أقسم السورة إلى مواضيع يعني مثلا مقدمة سورة يوسف ثم الحلم ثم قصته مع إخوته ثم عندما باعوه وشراوه بثمن بخس ثم فتنة امرأة العزيز وراودته كذا فأصبح لدي مقاطع السورة فيها عشرين ثلاثين أربعين مقطع حسب حجمها فكنت أحفظ المقطع الأول الذي هو خمس آيات ست آيات مثلا أكرره عشر مرات عشرين ثلاثين مرة لا مشكلة أنا يهمني أن أتأثر لا يهمني أن أحفظ بسرعة ثم أحفظ المقطع الثاني ثم أربطهما مع بعض يعني مقطع خمس آيات ثم خمس آيات أحفظ هذا على حدة وهذا على حدة ثم أقرأ المقطعين معا وأربطهما ثم أحفظ المقطع الثالث ثم أربطه مع ما قبلهم وهكذا يصبح لديك أجزاء تربطها أنت كأنك تربطها برباط حتى تتم حفظ السورة كاملة تقرأها أول مرة ثاني مرة وطبعا تلجأ إلى القرآن لتصحه طيب التطبيق العملي كيف كنت أصلي مثلا ركعتين في الليل أقرأ فيهما سورة مريم سورة الإسراء سورة يوسف في يعني نصف السورة في الركعة الأولى ونصفها في الركعة الثانية أحيانا أقسم هذه السورة أقرأها في أوقات الصلاة يعني أنا حفظت عشر آيات عندما أقف للصلاة أقرأ هذه الآيات التي حفظتها أحفظ الآيات التي بعدها ثم أقرأها في الصلاة وهكذا يعني حركة متتالية طيب هذه الطريقة في الحفظ لاحظت أنا أن لها فوائد عظيمة جدا وهكذا حتى يعني أتممت معظم القرآن الكريم لها فوائد أخي الحبيب أول شيء أنك تقوي لغتك العربية بدون أن تشعر هذا ما حدث معي يعني أنا الآن أتحدث معك بلغة عربية أرتاح أكثر من اللغة العامية هذه طبيعتي أنا الآن أتحدث معك وأنا مرتاح جدا أكثر من أن أتحدث بأي لغة عامية ركيكة إذن تقوية اللغة العربية لغتك العربية تصبح قوية جدا بل تصبح من النوع السهل الممتنع لأن القرآن سهل ممتنع أيضا لغتك تتحسن فيصبح فيها نوع من التشويق نوع من التبسيط نوع من الهدوء أنا لغتي العربية لم أدرسها لا على يد أحد ولا في كتب من القرآن فقط يعني هذا ما حدث معي حقيقة والقرآن يضبط لك لسانك لأن الله يقول عن القرآن بلسان عربي مبين يصبح كلامك بينا الفائدة الثانية التي أنا تفاجأت بها حقيقة قوة الشخصية والتأثير وفهم الآخرين أصبح لدي قدرة على فهم الآخرين بعد أن حفظت القرآن بطريقة التدبر وليس بطريقة الحفظ السريع لا تفهم شيئا فقط همك أن تحفظ انتبه الشيء الثالث عندما أفتح أي كتاب علمي مثلا في الفيزياء في الطب في الهندسة في أي مجال في الذرة كنت أعاني كثيرا قبل حفظ القرآن في فهم هذا الكتاب وأحيانا أقرأ كتاب في علمي نفس لا أفهم شيئا تفاجأت أنني بعد أن حفظت القرآن بهذه الطريقة خلال تقريبا ثلاث سنوات أصبحت أفتح أي كتاب أجده سهلا زادت قوة الاستيعاب والقدر على الفهم السريع حتى أنني وصلت لمرحلة أنا لا أقرأ كتب أصلا أفتح الكتاب أخذ منه بعض المعلومات بسرعة أمرره تمريرا هكذا الأبحاث العلمية التي أعتمد عليها في الإعجاز العلمي البحث يكون عشرين ثلاثين صفحة لا أقرأه كاملا فقط أمر عليه بسرعة وأخذ ما يهمني ثم أنتقل للبحث التالي وأخذ ما يهمني وإلا إذا أردت أن تقرأ كل هذه الأبحاث ستحتاج إلى وقت طويل فهذه من ثمرات حفظ القرآن بالتدبر الشيء الأهم انعكس على حياتي هدوء أعصاب مثلا عدم انفعال لأدفع الأسباب تفهم تفهم الآخرين مثلا تتحمل أذاهم لأن القرآن أخي الحبيب هو مدرسة هو منهاج منهاج في حياتك نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر إنسان صبر وتحمل الأذى وأكثر إنسان عفى وتسامح طيب من أين جاء بهذه القدرة الهائلة على العفو والتسامح والصبر والتحمل من القرآن على فكرة لأن من يقرأ القرآن وهو متأثر متدبر خاشع لأن القرآن يجب أن تقراه بخشوة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله كيف ببشر يفهم ويعقل ولديه سمع وبصر وعقل إذن هذا ملخص أخي الحبيب لقصتي مع حفظ القرآن الكريم أرجو أن تستفيدوا منها وأنا ضد أن يحفظ الإنسان حفظا ميكانيكيا ببغائيا سريعا يقول لك حفظت في ستة أشهر في سنة في كذا احفظ لتتدبر وتفهم وتخشع وتلقى الله بهذا القرآن أنا لا أريد أحد أن يقول عني إنني حافظ القرآن ولا أريد أحد أن يقول والله فلان قارئ أو عالم لا أنا أريد أن أحفظ القرآن لأضعه في صدري وألقى به الله عز وجل إذا قال لي ما معك أقول له هذا الكتاب العظيم أقول يا رب أنت الذي قلت في كتابك وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فهذا هو الكتاب الذي قرأته وتدبرته وأحببته وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا القرآن شفيعا لنا يوم اللقاء الله عز وجل وأن يكون هذا الكتاب جلاء أحزاننا وذهاب همومنا إن شاء الله إنه على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر